سورة النحل سورة مكية آياتها 128 وترتيبها في المصحف السادسة عشرة تسمى السورة كذلك بسورة النعم بسبب ما عدد الله فيها من نعمه على عباده وهي كسائر السور المكية تعالج موضوعات العقيدة الكبرى كالألوهية والوحي اشتركوا في القناة موضوعات رئيسية تلم السورة بموضوعات أخرى تتعلق بها فهي تلم بحقيقة الوحدانية الكبرى التي تصل بين دين إبراهيم عليه السلام ودين محمد صلى الله عليه وسلم وتلم بحقيقة الإرادة الإلهية والإرادة البشرية فيما يختص بالإيمان والكفر والهدى والضلال وتلم بوظيفة الرسل وسنة الله في المكذبين لهم وتلم بموضوع التحليل والتحريم وأوهام المشركين حول ذلك وتلم بالهجرة في سبيل الله وفتنة المسلمين في دينهم والكفر بعد الإيمان وجزاء هذا كله عند الله ثم تضيف إلى موضوعات العقيدة موضوعات المعاملة كالعدل والإحسان والإنفاق والوفاء بالعهد وغيرها من موضوعات السلوك القائمة عليهم اشتركوا في القناة هو السماوات والارض والشمس والقمر والليل والنهار والنجوم والبحار والجبال والاشجار والسبل والانهار هو الدنيا بمصائرها واحداثها والاخرى بمشاهدها واقدارها وفي هذا المجال الفسيح يبدو سياق السورة مؤثرا ومحركا للعقل والضمير فهو يخاطب العين لترى والأذن لتسمع والعقل ليتدبر والوجدان ليتأثر بما في ثنايا السورة الكريمة من صنوف النعم وأنواع الشكر مع ضرب الأمثال وعرض النماذج وأظهرها نموذج الخليل إبراهيم عليه السلام ترجمة نانسي قنقر